دافي دكتور من المبارتين يعني شفنا الهيان والتعاون تعطيك و قبلها خمسة أي قبلها خمسة يعني تعطيك مو انطباع تعطيك جزم أن أسامة هساوي رقم صعب حي دفاع الهلال شف الهلال كقيمة فنية مع المدرب ادياز لا يمكن أحد يشكك في ذلك الهلال ثقيل فنيا جدا مع ادياز صعب الاختراق و صعب السيطرة على الملعب في مباراة الهيان كان غياب الجهة اليمنى كانت للأمانة كانت مسرح للهجمات الريان بغياب محمد البريك و أسامة هساوي البارح مباراة التعاون كان غياب أسامة بوجود محمد البريك و غياب أسامة يعني أثرت كثيرا في الهيالين ولكن مع هذا الهيال فريق التعاون فريق مميز ولكن غياب أربع من الهيالين البارح الفريج و ملسي أثر على وسط كثيرا أيضا نواف العابد و أسامة هساوي كان هناك خلل في الوسط اجتهادات البارحة عمر خربين ما زال في أبهى صوره متجلي و الدليل على ذلك في آخر ثلاثة مباريات الهلال سجل 12 هدف عمر خربين ساهم في عشرة سجل ثمانية و وصل لها هدفين إذن القيمة الفنية لعمر خربين لا يمكن أن توازي بأي لعب عمر خربين ما زال يسدد ما يكبو من اللعبية الوسطة أو من الدفاع للأمانة هنختلف مع زميلي الهلال بحاجة للأمانة بحاجة إلى صانع لعب عمر خربين صحيح أنه يقتنص الفرص ولكن أنت الآن في معترك آساوي قادم قوي وفي موسم قادم أيضا قوي لا يمكن الفرق أن لا تستعد لذلك الهلال بحاجة ماسة إلى صانع لعب حقيقي صدقني عندما يقف الفريق أو يغلق المساحات الهلالية التي تعتمد مع دياز على الأطراف معي سيجد هذه الصعوبة ووجدها بداية الدوري اليوم الآن الذي سيغادر حسن أربع إلى خمس مبارات في الوقت الضايع ولكن إذا كنت تريد أن تعد فريق قوي للآسيوية الذي هي المحكة الرئيسي للندي السعودية فلابد أن يحضر الهلال صانع لعب مميز ولابد أن يحضر مهاجم جلاد مع عمر خربين الهلال مميز الآن في أغلب مهاجم مع عمر خربين يعني ما تأيد عودة ناصر الشمراني للهلال ناصر مميز ناصر ولكن كأساسي لن يناسب دياز بطريقة لعب ناصر ناصر من اللاعبين الذي يعتمد على العشوائية الهجومية يتمركز في أي تمركز يسجل أهداف ولكن بغير خطة الرجل يعني مجتهد لعب مفتوح لعب مفتوح ويلعب في طريقة لم تكن طريقة مدروسة وهذا ما قاله دياز ولكن الهلال مميز في المنطقة الخلفية دفاع مميز في الوسط جزء من الوسط مميز به ينقصه مهاجم وصان اللعب لو توفرت في الهلال صدقني ستزيد قوة الهلال مع إعادة تهيل والذي لا يوجد له إعادة تهيل خالد شرحيلي في الحراسة سيكون من قدر الهلال المضي قدم